بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مناصل الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نرحب الحضور الكريم مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي نجد فيه تواصلنا مع أصول الفقه بحضور الدكتورة العالم المغربية بشرة علام التي نشكرها جزيل شكر على المحاضرات التي تقدم وعلى الوقت ديرها التي تعطيها لنا نرحب بكم مجددا وحتى أطيل عليكم إن شاء الله تعالى أعطيها الكلمة لنبدأ إن شاء الله حصة اليوم شكرا لك دكتور على قبول الدعوة مجددا ولك الكلمة فتستفضلي مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على المبعوذ رحمة للعالمين أبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كما توعدنا في الحصة الماضية سيكون هناك إن شاء الله فعلا انتحان بسيط إن شاء الله حتى نراجع فيه درس الحكم الشرعي رأيت ما يهيئه إن شاء الله محمد سنبدأ بتفسير صورة البقرة ويعني الآن وقد الحمد لله ربما منكم من لم يكن حافظا لها ولكن الآن الحمد لله ربما تيسر له أن يحفظ قرابة حزب لأننا بدأنا الصورة منذ مدة وحتى يعني إن لم يكن حافظه فالحمد لله الآن مطى عليه يعني مرات عديدة قراءة لا في المصحفي ولا يعني مدارسة في التفسير اليوم كما قرأت عليكم الحمد لله في الحصة الماضية كتاب تقريب الوصول لابن جزي اليوم كذلك أحببتو أن أقرأ عليكم من التفسير التفسير الذي أحببنا أن نقف على معاني القرآن من خلاله وهو التسهيل لعلوم التنزيل لنفسي المؤلف الذي يعني لخص لنا أصول الفقه في التقريب لابن جزي وهو تفسير ميسر إن شاء الله تحتاجون معه إلى دربة وبعد ذلك ستستأنفون يعني تفسير باقي الصور إن شاء الله من غيري أن تحتاجوا إلى مساعدات إذا اليوم إن شاء الله سنحاول أن نقرأ من الكتاب وأن نقف بعض الوقفات لننبه على يعني كيفية الوقوف على معاني الآيات وبعد ذلك إن شاء الله سترون بأنه تسهل قراءته إن شاء الله وتعالى ولو لغير المتخصص أنا هنا أخاطب غير المتخصصين أكثر مما أخاطب المتخصص لأن المتخصص مفروض أنه امتلك آليات تعامل مع هذه الكتب وكذلك ربما امتلك نوعا ما لغة لغة الشرعية سواء سواء يعني اللغة الفقهية أو أصولية أو اللغة التفسيرية أو الحديثية إلى غير ذلك لكن أنا الآن أخاطب غير المتخصصين إن شاء الله تعالى حتى يروا بأنه يسهل عليهم الجلوس إلى مثل هذه الكتب فقط يحتاجون إلى قراءة أولية تساعد إن شاء الله وبعد ذلك نحن يعني ستكون هذه القراءة سهلة بنسبة إليهم بل سيستمتعون بها إن شاء الله إذن كتاب السهيل هو بين أيديكم وضع له مؤلفه بن جزيل غناطي مقدمتين مقدمة الأولى يعني حول يعني نزول القرآن وجمعه في المصحاف والمكي والمدني من القرآن يعني يعني يخص الناسخ والمنسوخ ناسخ والمنسوخ سنقف عليه ونحن نتدارف مباحث أصول الفق لأنها مهم جدا ثم بعد ذلك سحدث عن القراءات وعن الوقف الوقف في القرآن ما سنمه بالمواقف جمع وقف ثم الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان لأنه كلام الله عز وجل كلام مبين ثم في الإعجاز الذي سنجده في القرآن وفي فضائل يعني القرآن وسوره ثم يعني في المقدمة الثانية هناك تفسير معاني يعني اللغات وهذا مهم جدا هذا الجانب مهم جدا إذن يعني الذي مررنا عليه في المقدمة الأولى ستقرؤونه إن شاء الله قراءة متأنية هو سهل بسيط في متناولكم تقرؤونه وما يعني سصعبتموه ولم تفهموا إن شاء الله تسألون عنه إذن كل حصة أتلقى أسئلتكم إن شاء الله ونقف عليها و يعني نبسطها فتسهل أزامكم وتعون يعني معانيها إذن قلت المقدمة الثانية مهمة كذلك جعل فيها معاني اللغات إذن جعلها كمعجن لبعض يعني المفردات التي يعني كترى يعني ذكرها في القرآن الكريم وبين المقصد من ذلك والغاية من ذلك أنه يريد أن يجمع هذه المرادفات حتى إذا ما وقف عليها الطالب ويعني استجمعها جميعا فسيتمكن من يعني مواطنها في استحضر مواطنها في القرآن الكريم هنا ما يكون يعني بصدد دراسة القرآن الكريم أو يعني حفظه ويعني سيسهل عليه إرادها تلاحظون بأنه يعني يرتبها على حروف المعجم بدأ بحفظه الهمزتي ثم الباء ثم تاء وهذه مهمة جدا هذا العنوان مهم جدا تفسير معاني اللغات لماذا؟ لأنه في تفسيره في بعض الأحيان يحيل عليه مثلا سنقف على لفظ المتقين يعني يقول لك وقدك تدارك في المقدمة أي معنى التقوى ذكره في المقدمة فلن يعيده في يعني وهو يفسر القرآن الكريم حتى لا لا يطيل تفسيره يعني هو اعتمد التنخيص في التفسير إذن بدأ بمقدمات يعني تعفي يعني القارئ من يعني من أن يجد طولا وهو يقرأ التفسير فمهم جدا أبنائي أن ترجعوا إلى هذه المقدمة وتستجمعوا معاني هذه الحروف وتضعون كل واحد منا يضعوا يعني هذه المفردات في جدور تكبح كالمعجم عندنا وربما يستخرجها من الحاسوب ويضعها يعني أمامه فالنظر إليها مرة بعد مرة تعطينا يعني نظرة شاملة عن المفردات التي تكررت في القرآن الكريم والتي يحتاج إلى معانيها الإنسان حتى يجلس إلى التفسير تلاحظون بأنه هذا العنوان هو الذي أطال فيه لأنه يعني وقف على مجموعة من المفردات بعد هذه يعني المفردات المقدمة الثانية التي خصصها لهذه المفردات انتقل مباشرة إلى الكلام عن الاستعادة والكلام عن البسملة ثم شرع في تفسير الفاتحة فبعد الحال إن وقفنا على كل هذا سيستغرق منا هذا وقتا ونحن المقصد الأسمى لنا هو أن نقف على صورة البقرة إذن من فضلكم أطلب منكم أن تقرؤوا هذه هاتين المقدمتين وكذلك تفسير صورة الفاتحة وما يعني وجدتم فيه صعوبة إن شاء الله أو ربما يعني وجدتم فيه أقوالا نقف عليه إن شاء الله ترسلونه لي نقف عليه إن شاء الله حتى يتضح لكم إن شاء الله لا يبقى لا يبقى فيه صعوبة ولا سيتيسر إن شاء الله إذن نبدأ مباشرة بصورة البقرة أنا عندي ربما سأسلك لكم طبعة عندي طبعة جيدة جدا هذه دار العالمية لا أدري إن كنتم وجدتم هذه الطبعة في يعني على النت أنا أخذتها مؤخرا لأن كانت عندي طبعة أخرى ولكن طبعة سقيمة جدا ف يعني هذه الطبعة جميلة جدا تلاحظون بأنهم وضعوا الآيات يعني في يعني في شكل عناوين مستقلة ثم بعد ذلك وضعوا تفسير عن جزي تحت يضعون تفسير تحت كل آية يعني طبعا مضبوطة ب يعني مدققة ومراجعة ف يعني لم أجد فيها أخطاء إذن يعني يعني وقف أول ما وقف على تفسير قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريض فيه هدى للمستقيم ألف لاميم سبق أن وقفنا عليها يعني تعودون إليها فيها أقوال لعل أصح هذه الأقوال أن معاني هذه يعني الحروف مما يعني اختص به الله سبحانه وتعالى نفسه ويعني من المتشابه الذي يعني لا يمكن أن نقف على معنى كذلك معنى آخر يعطى لألف لاميم كل حروف المقطعة تسمى الحروف المقطعة والمعنى الآخر وهو أنها فيها تعجيز تعجيز لكن يبقى السؤال لماذا هذه الحروف وليس غير هذه الحروف لماذا صورة البقرة تبدأ بألف لاميم ولا تبدأ ب يعني حروف أخرى يعني يبقى هذا في يعني هناك جهادات الآن في الجانب العددي مثلا نحصي يعني كم ذكرت الألف واللام والميم في صورة البقرة وهناك من وجد بأنه يعني أكثر الحروف ذكرا في صورة البقرة هي ألف واللام والميم مثلا يعني في صور أخرى يعني ألف لام را أكثر ما ذكر في هذه الصورة هو الألف واللام والر يعني إذا دخلنا في هذا سنخرج عن معاني القرآن الكريم نحن يعني إذن هذا مما تفرد به الله سبحانه وتعالى هذا معجز لأن الله سبحانه وتعالى ينبئنا في مطع هذه الصور على أن هذه يعني كلمات القرآن هي لغة عربية والعرب كانوا يتحدثون اللغة العربية سليقة ورغم ذلك تحدهم الله عز وجل أن ياتوا بمثل القرآن فلم يستطعوا أن ياتوا بمثله إذن هذا يعني يكفي للإنسان المؤمن ليطمئن قلبه أنه يعني هذا الكتاب بالفعل هو كلام الله عز وجل بما أن فطاح يعني يعني اللغة لم يستطعوا أن ياتوا بمثله فبالأحرى أن ناتي نحن بمثله لا يمكن هذا إذن هذا فيما يخص يعني هذه الحروف ثم يعني انتقل إلى إعراب هذه الحروف يعني ما هو إعرابها من ناحية اللغوية وقال بأنه كذلك يختلف باختلاف معناها فهذا كذلك إن شاء الله نمض عليه ثم نبدأ في قوله سعال ذلك الكتاب يقول المؤلف هو هنا القرآن إذن حسم بأن المراد بالكتاب ليس أي كتاب آخر إلا كتاب القرآن الكريم لأن هناك كتب أخرى يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله لكن يعني الآن الحديث عن القرآن الكريم هناك أقوال أخرى لمفسرين لكن نجزي يعني حسن يعني في المسألة وقال هو هنا القرآن وقيل قيل هذه يعني لذكر أقوال أخرى هو لا يراها بأنها يعني هي الراجحة وتلتقي إلى مستوى يعني تفسير الكتاب بأنه القرآن إذن يأتي أول ما يأتي ب يعني الكلام الذي يراه راجحا معنى الذي يراه راجحا إذن الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم وقيل بأنه الثورات والإنجيل وقيل بأنه اللوح المحفوظ يعني بعد اللوح المحفوظ تضعون نقطة حتى يتسنى لكم أن تعلموا بأنه انتهى الكلام ثم هو يعني يشرح لماذا يعني اختار أن يكون معنى الكتاب هو القرآن الكريم قال وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن إذن هناك مواضع كثيرة تشهد لهذا لأن القرآن يفسر بعضه بعضا الله سبحانه وتعالى هكذا جعل كتاب الله فكثيرة هي الآيات التي نجد تفسيرها كذلك في يعني صورة أخرى من القرآن أو في نفس الصورة يعني بعد ذلك يفسر الله عز وجل يعني آيته بآية أخرى إذن يعني القرآن يعني يعني دليل دليل على بعضه يعني يدل بعضه على بعضه والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يعني القرآن باتفاق وخبر يعني ذلك خبر ذلك ذلك لا ريب فيه إذن ذلك الكتاب خبرها هذا المبتدأ ذلك الكتاب خبره جملة لا ريب فيه إذن يعني السامع حينما يعني تحدثنا في المقدمات التي تحدثنا عنها تحدثنا عن يعني الإنشاء والخبر فالسامع حينما يسمعك تقول ذلك الكتاب ينصدر منك أن تخبره أن تعطيه بدأت هذا الكلام إذا حفظنا أن نبسط يعني اللغة وقواعد اللغة نقول المبتدأ والخبر حينما تنطق بالمبتدأ السامع ينصدر منك يعني خبر ينصدر منك أن ذلك الكتاب وتسكت الجملة غير سامة ليس لها معنى ذلك الكتاب وما ماذا ما باله ذلك الكتاب إذن يعني لا ريب فيه هذا يعني هذا خبر يعني الجملة الأولى التي كانت مبتدأ وخبر ذلك لا ريب فيه وقيل أي هناك قول آخر هناك قول آخر يعني وقيل خبره الكتاب إذن ذلك هذا اسم الإشارة ذلك يعني إما أن يكون خبره لا ريب فيه وإما أن يكون خبره هو الكتاب ذلك الكتاب يعني يتقل ذلك الرجل يعني بمعروفه وإما ذلك الكتاب ذلك الكتاب لكن هو يعني يعني الراجح عنده هو أن لا ريب فيه هو خبر ذلك الكتاب إذن إذن كان يعني أنا أحاول أن أدقق معكم حتى يعني يتيسر لكم بعد ذلك قراءة الكتاب ويعني فهمه لأن بعض الأحيان ما يستصعب علينا يعني الوقوف مع هذه الكتب هو أننا ربما لا نفهم ما يقوله يعني المؤلف خصوصا إذا كان الكتاب ملخصا كل ما كان هناك تلخيص للمادة كل ما كان هناك اختزال للمعاني في مفردات معدودة وفي بعض الأحيان يصعب علينا فهمها لأجل هذا الاختصار وهذا يعني لا لأننا يعني نمتلك اللغاء أو يعني لو كانت المسائل مبسطة وفيها إسهاب يعني لا فهمناها جميعا لكن للاختصار حينما يختصر يعني يختصر المؤلف يعني الاختصار يحتم أن تكون المفردات قليلة والمعاني يعني كثيرة يعني تحتاج منا إلى تفصيل حتى يفهم كلامه إذن حينما قال وقيل خبره الكتاب فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها إذن ذلك الكتاب جملة مستقلة ذلك الكتاب جملة مستقلة يمكن أن تقف يعني على الكتاب لا ريب فيه الآن يشرح لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس أمره هو من عند الله وفي اعتقاد أهل الحق إذن لا نشك بأن يعني هذا الكتاب من عند الله عز وجل يعني هذا حق هذا يعني كلام الله عز وجل وهو حق في ذاته في ذاته لا يحتاج إلى يعني أن يبرهن على ذلك لا يحتاج إلى برهن ثم كذلك يعني نحن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما بأنه كتاب الله سبحانه وتعالى فبعض الحم كأدلة كثيرة تدل على ذلك ولم يعتبر إذن يعني لا ريب فيه في اعتقاد أهل الحق يعني يعتقدون ذلك ولم يعتبر أهل الباطل إذن فيه خبر لا ذلك الكتاب لا ريب لا ريب إذن فيه خبر لا فيوقف عليه إذن لا ريب لا ريب أو فيه فيه فيمكن أن تقف لا ريب فيه إذن تقف على فيه ويعني مجموعة حينما ننظر إلى كل القراءات فنجد أن هناك اختلاف في الوقف لماذا لأن منهم من يعني كما وقفنا ذلك الكتاب إذا لم يكن إذا كانت جملة مستقلة في ذاتها يمكن أن تقف عليها من لا يرى بأنه الجملة مستقلة بذاتها يقول لك لا لا تقف على لا ريب ذلك الكتاب يعني لا ريب هنا يعني لا ريب عد فيه ذا للمتقل وهناك ذلك الكتاب لا ريب فيه تقف على فيه إذا وقيل وقيل خبرها محدوف فيوقف على ريب نعم إذا كان الخبر محدوف فتقف على لا ريب بعد ذلك فيه ذا للمتقل والأول أرجح إذا دائما هو يبدأ بالمرجح عنده بالراجح عنده فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على ريب كقوله تعالى لا فيها غول إذا لا فيه ريب لماذا لم نقل لم نقدم يعني فيه على ريب لماذا لم يقل هناك لأن عندنا في اللغة العربية التقديم والتأخير يعني حينما نحتاج يعني يعني أن نعلي من شأن هذا الذي نقدمه ولو أن الأصل فيه التأخير فنقدمه يعني مثل هذا لا فيها غول يعني لم يقل الله عز وجل لا غول فيها إذا قال لا فيها غول فإن احتمل أن يكون هناك من يسأل لماذا لا يكون يعني لا ريب فيه مثل لا فيها غول إذا نقول لا فيه ريب وانظروا انتبهوا إلى يعني الجواب فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه إذن قصد الله سبحانه وتعالى نفي أدنى ريب أدنى شك عن كتاب الله عز وجل ولو قدم ولو قدم فيه لو قال الله سبحانه وتعالى يعني لا فيه ريب لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب إذن إذا قلت لا فيه ريب لا فيه ريب إذن يمكن أن يكون هناك يعني كتاب آخر يعني فيه ريب لأن لا تقول هذا لا فيه ريب كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول إذن الله سبحانه وتعالى حينما قال لا فيها غول إذن هناك من الخمر ما فيه الغول وهي خمر الدنيا وهناك من الخمر ما ليس فيه غول وهو خمر الآخرة أما حديثنا عن الكتاب فهو كتاب واحد نحن نتحدث عن القرآن كريم لا نتحدث عن أي كتاب آخر نحن نتحدث عن القرآن الكريم إذن القرآن الكريم ليس فيه ريب لا يمكن إذن لا ريب فيه أصح أن نقول لا ريب فيه إذن وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر إذن هنا لا يمكن أن نقدم الخبر على المبتدأ فلا يمكن أن نقول لا فيه لا فيه ريب قياسا على قوله سبحانه وتعالى فيها غول لا يمكن لأنهما يختلفان ثم قال هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين إذن الهدى يعني يمكن أن يكون يعني الإرشاد ويمكن أن يكون البيان يعني أنا هديته لكذا أرشدته إلى كذا أو بينت له كذا يعني هتديت بكذا يعني إما استرشدت به أو يعني تبينت طريقه لكن هنا قال يعني هنا هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس إذن الله سبحانه وتعالى هنا يعني قصد مخاطبة المتقين فالمعنى هدى هنا لا يمكن أن نقول أن معنى البيان لأنه يخاطب المتقين الذين يعرفون بأن عندهم علم لكن يرشدهم الله سبحانه وتعالى إذن عندهم البيان أن يعني الكتاب لا ريب فيه ثم الله سبحانه وتعالى يعني خصهم بالقول يعني هؤلاء المتقين بأن يعني هذا الكتاب سيكون فيه أرشاد لهم ثم قال وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ وخبره هدى للمتقين وخبره فيه عفوا وخبره فيه إذن هدى يعني مبتدأ وخبره هو فيه فيه هدى للمتقين عندما يقف على لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين أو منصوب على الحال والعامل فيه إشارة أو منصوب على الحال أنه يبين حال يعني هذا الكتاب كونه هدى للمتقين للمتقين مفتعلين من التقوى وقد تقدم معنى انظروا إلى ما أشرت إليه فيه يعني من قبل ونحن نتحدث وعفون عن المقدمة الثانية للكتاب حين أشار إلى يعني حينما جمع يعني تحت عنوان جمع يعني مجموعة من المفردات يعني ذكر التقوى لهذا لن يعيدا هنا فيقول وقد تقدم معناه إذن أنا ماذا أفعل أرجع إليه في المقدمة يعني أتبين يعني ما معنى التقوى التقوى من الوقاية وهو التزام طاعة الله عز وجل التقوى من الوقاية أنك يعني تقي نفسك من أن تقع فيما يعني لم يطلبه الله سبحانه وتعالى وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى إذن هو في المقابل التزام طاعة الله عز وجل إذن فنتكلم عن التقوى إذن هو يعني بين معنى التقوى في المقدمة فيعني لم يريد يعني عادت الكلام في هذا حتى لا يطيل لكن يعني خصص التقوى بمجموعة من يعني العناوين المهمة بالنسبة يعني الذي يدرس كتاب الله سبحانه وتعالى حتى حتى يعي يعني بعد أن يتصور يعني معنى التقوى يجب أن يعي بعد ذلك ما هي أهمية هذه التقوى في حياة الإنسان وما الذي يدخره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنتقين حينما يعني يلتزمون طاعة الله سبحانه وتعالى ويقون أنفسهم من يعني غضب الله عز وجل والابتعاد عن هذا الهدى الذي جعله الله عز وجل يعني مرشدا لهم في طريقه إذن قال في فضائلها المصنبطة من القرآن وهي يعني خمس وهي خمسة عشرة يعني إذن هناك خمسة خمسة عشرة فضيلة يعني سيدكرها من خلال وقوفه على التقوى في القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى سيدكره هنا هدى للمتقين في هذه الصورة ويعني إذن الهدى لقوله هدى للمتقين أي الإرشاد والنصر لقوله إن الله مع الذين اتفقوا إذن سينصرهم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعني في معيتهم فلا بد أن يأتيهم النصر إذن من يتق الله عز وجل ينصره الله سبحانه وتعالى والولاية لقوله والله ولي المتقين أن يقول الله وليك هذه نعمة يعني كبيرة جدا يعني توازيها نعمة والمحبة لقوله إن الله يحب المتقين والمعرفة لقوله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إذن إن تتقوا الله يعني إن تعرفوا قدر الله ويجعل لكم فرقانا يعني فرقان تميزون يعني به بين الحق والباطل نلاحظ أن والعياذ بالله أن هناك أناس لا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل يعني لما يعني أصاب قلوبهم من بعد عن الله سبحانه وتعالى ومن جهلين ومن يعني لا يستطيعون أن يميت لكن إنسان متقي المؤمن يعني من فضل الله عز وجل عليه يعني ومن أثر هذه التقوى أنه يعني يجعل له فرقانا والمخرج من الغم يعني والرزق من حيث لا يحتسب بقوله تعالى ومن يتق الله لها يجعل له مخرجا وتيسير وتيسير الأمور لقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى يعني ما أحوجنا إلى مثل هذه المعاني العظيمة وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرى وتقبل أعمال الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمال المتقين إنما يتقبل الله من المتقين والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودخول جنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا أبنائي يعني أحسن ما يمكن أن نفعله أن نرجع إلى هذه الآية في صورها وأن نقف على سياقها أي على موضوعها ما الآيات أو ما الآية التي جاءت قبلها ومعانيها وما الآيات التي جاءت بعدها حتى نتشرب معاني التقوى يعني يعني فعله يعني المؤلف حسن لأنه جمع لنا جمع لنا يعني فضل هذه التقوى يعني في كلمات المعدودات وقف عليها من خلال تتبع القرآن الكريم نحن كذلك نقف هذه الوقفة فنرتب هذه الآيات حسب ترتيبها في المصحف وستلاحظون أن الناس نخرج بمعاني لطيفة جدا بهذا يعني الصانع الذي سنصنعه إذن رتبوا هذه الآيات حسب ورودها في المصحف ثم بعد ذلك تقفون على سياقها في أي سياق جاءت ما موضوع يعني تلك الآيات التي جاءت جاء الحديث فيها عن التقوى ثم تعيدون قراءة ما جاء هنا على لسان ابن جزي فيعني تلاحظون بأنكم يعني سنكتشف إن شاء الله وتعالى المعاني الحقيقية للتقوى وسندرب أنفسنا وهذا هو المهم على يعني تربية أنفسنا على هذه التقوى كلنا يعرف ما معنى التقوى وكلنا حينما نسأل نقول التقوى هي يخوف من الجليل وكلام المشهود لكن كيف نتربى على هذه التقوى وكيف نربي أنفسنا على هذه التقوى هذا مهم جدا لأنه نحن كلنا نريد هدى الله عز وجل نريد النصر نريد المحبة نريد يعني الرزق نريد المخرج من الغم نريد هل دائما نلجأ إلى الله عز وجل حينما يعترينا شيء من هذه المذكورات التي ذكرها وأننا ربما تغيب عننا هذه المعاني إذن مدارسة كتاب الله عز وجل يعيد لحياتنا هذه المعاني ويعني يذكرنا بأننا يجب أن يعني نفعل هذه المعاني في أنفسنا حتى يعني تحكم أعمالنا فيكون الله سبحانه وتعالى فيكون الإنسان عفوا يعني بمقتضى ذلك يعني من المنتقين الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى العنوان الثاني يعني إذن جعل تحدث عن ثلاث فصول الفصل الأول في فضائل يعني التقوى الفصل الثاني في البواعف على التقوى يعني ما هي ما الذي يدفع على الالتزام بهذه التقوى ما هي الدوافع التي تحسك على الالتزام بهذه التقوى قال خوفوا العقاب الدنيوي وخوفوا العقاب الأخروي ورجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب الأخروي وخوف الحساب والحياء من نظر الله فبيت الحال حينما يتشرب الإنسان بالمعاني الأولى التي ذكرناها تاتي هذه الدوافع وحينما لا يتشرب الإنسان هذه المعاني الأولى التي ذكرت فلا تاتي الناس كلهم المؤمنون بالله عز وجل يعني كل واحد تسأله رب العالمين هو الله هو الخالق هو الرازق ولكن هل هناك خوف من الله سبحانه وتعالى حينما ندخل قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره هل نعيها حق المعرفة هل نفهم معناها هل ندرك ذلك بقلوبنا قبل عقولنا لأن استحبار معية الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يعني يجعله مع الله عز وجل بقلبه قبل أن يعني أن يعني يعمل حواسه يجب شيئا في قلبه إذن هذا الخوف يعني الخوف من العقاب الدنيوي يعني لو وجد هذا الخوف من العقاب الدنيوي أبنائي لا استطعنا أن نتخلص من مجموعة من الجرائم مجموعة من الأخلاق الفاسدة مجموعة من لكن حينما يعني لا ندرك يعني مدى عدمة الله سبحانه وتعالى مدى قدرته على أن يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة وحينما لا نستحضر ذلك طبيعة حال ممكن أن يفع على الإنسان ما يشاء أنا أقولها دائما وسأظل أقولها أقول لهم بأن القانون لا يبدع الإنسان إن غاب إن غاب عن قلب الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى ويعني عقاب الله عز وجل الدنيوي قبل الأخروي يعني الأخروي لأنه سياتي الآن يتوعدك الله عز وجل بالعقاب الدنيوي تفسد عليك حياتك ربما يفسد أبناؤك يعني تصاب بالسقم تصاب بجائحة ويذهب مالك يعني هذه كلها عقوبات دنيوية ولا نفكر فيها ويعني كأننا لا نشعر بعرمة الله عز وجل وعرم قدرته وسلطته وجبروته يعني علينا في الدنيا فيستخف الإنسان يعني يتكب أكبر جرائب وبعدها مالك يعني آخر ما وصلت إليه شاباً تحارتي أنه تدي عليها والذي اعتدى عليها يعني المحكمة حكمت عليه بثلاث أشهر يعني المسكينة ألقت بنفسها من السطح وعني لقيت حسفها يعني لم تتقبل هذا الظلم كيف يعتدى عليها والذي اعتدى عليها ثلاث أشهر وربما يدفع مالاً ويخرج يعني قبل هذه ثلاث أشهر يعني انظروا إلى الجريمة النكرى التي فعلها وانظروا إلى لو كان هؤلاء الناس يعون يعني يخافون من رب العالم ويخافون من عقابه يعني أظن بأنه جراء ستقل بشكل كبير جداً أخلاقنا ستستقيم أن الإنسان يعني كل ما أراد أن يتحدث أو أن يفعل شيئاً قبيحاً يعني سيتذكروا يعني الله سبحانه وتعالى ويخافه ويخاف من حسابه إذن هذا يعني هو بدأ بالعقاب الدنيوي كثيراً ما نتحدث نحن عن العقاب الأخرى ولا تحدث عن العقاب الدنيوي أولاً لأنه ربما يكون رادعاً لبعض النفوس التي ربما يعني تجد بأنها تؤمن بالآخرة لكن عقاب الآخر ربما يعني تجده بعيداً النفس لا لا ترعاوي ولا يعني تخاف إن كان هناك أمل لكن إن خوفته بعقاب الدنيوي ربما يرتدع الإنسان إذن خوفه العقاب الدنيوي خوفه العقاب الأخروي إذن هنا يعني كأن الإنسان الذي لا يرتقي بنفسه إلى هذه الدرجات من التقوى لا يستطيع أن يخاف لا يستطيع أن يخاف لا من العقاب الدنيوي ولا بل أن يخاف من العقاب الأخروي ونسمعه على لسان المغاربة من هناك المربطين كثيراً ما نسمعه من هناك المربطين يعني لنصل الآخرة وضع لنا غفور ورحيم لكن ينسى الإنسان أنه محاسب في الدنيا قبل الآخر إذن وخوف العقاب الأخروي ورجاء الثواب الدنيوي إذن دائماً خوف مع الرجاء إذن أنت يعني ترجو من الله رحمته في نفس الوقت تخاف تخاف يعني عقابه إذن هذا الخوف العقاب الدنيوي هناك رجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب الأخروي وخوف الحساب إذن يعني حينما يسيصل الإنسان إلى الحساب يخاف أنه أنت لا تملك شيئاً في ذلك الموقف إلا رحمة الله سبحانه وتعالى ليس لك من رصيد ليس لك من شيء ليس لك إلا رحمة الله سبحانه وتعالى والحياء من نظر الله هذا الذي يكون مضطبطاً بالله سبحانه وتعالى ومحباً لله عز وجل يعلم بأن دينه هو الحق أكيد سيستحي أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يعني قد غضب عليه ويعني لأنه اتكب المعاصي واتكب ما يعني يغضب الله وهو مقامه والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة المقام المراقبة أنك يعني تستحي أن يجدك الله سبحانه وتعالى فيما حرمه عليه وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته ما يكفي أن كيف نشكر الله عز وجل بأسنة نذكر الله عز وجل نعم لكن إن لم نشكره بالطاعة ذكر الله سبحانه وتعالى من الطاعة ويعني فعل كل ما يقضبون الله سبحانه وتعالى من الطاعة وهو شكر لهذه النعمة ويعني إنما نعطي أمثلة كثيرا من دنيانا كثيرا يعني نحجيهم كل شيء ونحب أن نتقرب إليهم بأشياء يحبونها فلماذا لا نفعل ذلك؟ يعني مع الله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو يعني أصل وجودنا وسر وجودنا وإليه سنؤول إذن قال وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع هذا يعني معلوم عند الناس أجمعين فكيف يعني نعصي الله عزيزي وحينما نعصيه لا نؤوب إليه ولا نتوب ولا نستغفره ثم قال ولله در القائل يعني لأنه يعني كلامه جميل وجد أن حينما نقول ولله در فلان أي وجدنا بأن كلامه يعني فيه حكمة وهو في الصميم وكلامه جميل قالت وقد سألت عن حال عاشقها لله صفه ولا تنقص ولا تزيد إذن تريد أن يصف لها من من تحبه فقلت لو كان يظن الموت من ضمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يد إذن يعني لو الشطر الأول مفهوم مش البيت الثاني قال يعني يعني لشدة حبه لها ماذا يعني لو كان يظن بأن هلاكه من الضمأ من امتناعه عن يعني ورود الماء من امتناعه عن شرب الماء وقالت هي قف ومعنى قف أنه لن يشرب وسيموت لو قف لم يريد لم يأتي إلى هذا الماء ولم يشرب منه يعني هذا فهنا يعني جاء بهذه الأبيات يعني ليبرهن على أن الذي يحب يجب أن يكون مخلصا لمن يحبه ويعني يسمع ويطيعه والله سبحانه وتعالى فأحق بهذه الطاعة وأحق بهذا الحب ستجدون ربما في تفسير أخرى يعني في هذا البيت بالله يعني البيت الأول بالله صفه ولا تنقص ولا تزيد ويعني في البيت الثاني فقلت لو كان رهن الموت عوضا يظن الموت لو كان رهن الموت من ضمأ يعني الموت هو متيقن من ضمائه ومن عدم وروده الماء وقالت هي قف ومنعته من هذا الماء لو قف إذن فصل الثالث درجات التقوى خمس إذن وقفنا على الفصل الأول وهو فضائل هذه التقوى ووقفنا على يعني الفصل الثاني ويعني تحدث فيه عن بواعف التي تدفع لهذه التقوى والآن يتحدث لنا عن درجات التقوى إذن هذه التقوى ليست يعني في درجة واحدة فهي درجات والسعيد مننا يعني تحقق بهذه الدرجات الخمسة أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام إذن أول درجة أن يتقي يعني الإنسان الكفر يعني أن يؤمن بأن الله عز وجل ويوحده ولا يشك به أحدا ولا يكفر به هذا هو المقام الذي ينبغي المسلمين أن يكون فيه جميعا المستوى الأول الذي ينبغي أن نكون فيه جميعا وأن يتقي المعاصر والمحرمات وهو مقام التوبة إذن الدرجة الثانية أن الإنسان لأن يمكن الإنسان أن يكون يعني مسلما ولكن يأتي المحرمات ويأتي المعاصر يعني وهو يعني يعني مؤمن بالله عز وجل موحد لا يشرك به أحدا ولكن هو يأتي المعاصر الدرجة الثانية إذن هو أن يكون يعني مؤمنا بالله عز وجل أو مسلما يعني في يعني وقد أتى بأفكان الإسلام ولكن يتقي المعاصر والمحرمات وهو مقام التوبة يعني الإنسان لا يسلم من الخطأ لا يسلم من الزلل يعني لا يسلم من ارتكاب الصغاء لكن دائما يتوب إلى الله سبحانه وعلى الله حتى لا قدر الله ولياره بالله إن أثى بالمحرم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه الله عز وجل ثواب رحيم وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع لأن الشبهة شيء يعني فيه يعني شك وفيه يعني هل هو حلال هل هو مباح هل هو حرام يعني واتقيته هذا يجعلك يعني تمتلك نفسك وهذه الدرجة هي التي يسميها العلماء الورع وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة إذن حينما يتقي الإنسان مباحات هي مباحة حلال يعني يمكن لكن الإنسان خوفا من أن يصل إلى يعني المكروه أو غيره يتقي هذه حتى هذه المباحة يعني يعني الطيبات ويعني ما أحله الله عز وجل لنا من غير المباحة يعني يكفي الإنسان يكفي الإنسان وزيادة فهذا يعني مقام الزهد أن الإنسان ولو أن هذا مباح يستغني عنه ونجد أناسا في هذا المستوى يعني ويتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة يعني هذا أعلى مستوى أن يصل الإنسان إلى يعني أن لا يجد في قلبه غير الله سبحانه وتعالى لا يجد أنك ترى الله سبحانه وتعالى وترى بأنه معك وأنه يعني يعني وليك وأنه يعني ولي نعمتك يعني أنت دائما مشاهد مراقب لله سبحانه وتعالى ويعني تسعى وتسعد إلى أن يجدك في يعني أحسن حال ويعني خير مقام فيعني هذا هو المقام هو أسمى مقامات التقوى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا يعني في هذا المقام وأن يعني يثبتنا حتى يعني نصل إلى هذا المقام محمد حينما تجهز هذا توقف إن شاء الله الاختبار جاهز آه جاهز إذن التاسع ناقق إن شاء الله مرحبا إن شاء الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقهم الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان انتبئوا أبناء إنسألة مهمة جدا لم أسألكم جميعا تنظرون في الكتاب ليس كذلك مرجو إجابة في التعليقات يجب أن تسابعون في الكتاب هذا مهم جدا وتعلمون على الأشياء التي لم تفهموها والأشياء التي تحتاجون إلى يعني أن نعيد المذاكرة فيها وهكذا أبناء حتى نكون جميعا في نفس المستوى إن شاء الله هناك ما يجيب بنعم في التعليقات يتابع نعم إذن قال بأنه في هذه الآية في هذه الجملة الذين يؤمنون بالغيب هناك قولان يؤمنون بالأمور المغيبة يعني كالآخرة وغيرها هذا غيرها وجوب البعث وجود الجنة ونعيم ونعيم الجنة وجود النار وعذاب النار والحساب هذا كله من الغيب هذا لم نره لم نشاهده فعلى ذلك يعني الإنسان المتقي يؤمن به إنسان الذي آمن بالله عز وجل يؤمن بهذا يعني إذن يؤمن بالبعث يؤمن بأن هناك حساب وأن هناك يعني حساب على المسؤولية التي ألقيت ويعني تحملها الإنسان وألقيت على عثقه هناك يعني صنفان من الناس صنف سيدهب إلى الجنة ويعيش في نائمها وصنف آخر والعياذ بالله يذهب إلى النار لا لشيء إلا لأنه أباء أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يهتدي بهديه إذن يعني فالغيب على هذا بمعنى الغائب الغيب هنا بمعنى الذي غاب عنك غاب عن حواسك لا تدركه حواسك وهذا بمعنى الغائب إما تسمية بالمصدر كعدل كعدل أي يشبه بعدل إذن غيب على وزن عدل عدل غيب عدل إذن هذا مصدر هذا مصدر يعني كأن الله عز وجل يعني أتى بالمصدر عوضا عن يعني الإسم عوضا أن يقول الذين يؤمنون بالغائب أتى بالمصدر لأنه يعني أجمل ويعني أدق في التعبير عما نريد أن يعني الله سبحانه وتعالى نريد أن يعبر عنه وإما تخفيفا وإما أنه تخفيف في يعني فعيل يعني فغائب فيه فيه نوع من الثقل يعني دائما اللسان العربي كان يسعى إلى أن يخفف الكلام يعني يعني بعض أحيان تحدف بعض الحروف بعض أحيان يعني حتى يعني يعني تبدل كلمة من أصلها الأول إلى يعني كلمة أخرى لكي يوجدوا هذا التخفيف يعني غائب أحسن أن يقول الإنسان الغيب الغيب الذين يؤمنون بالغيب فهذا للتخفيف إذن هذا هو المعنى الأول هذا هو القول الأول يعني هو الإيمان بالمغيبات التي غابت يعني كل ما غاب عن حواسنا ولا نشاهده ولا نراه ولا يعني كله هذا يعني هذا هو الغيب وهناك من يقول بأن بالغيب تعني يؤمنون في حال غيبهم أي أنهم يعني يؤمنون بقلوبهم أو أنه يعني باطنهم ما في باطنهم هو الذي ياتي على ألسنة يعني وضد هؤلاء هم المنافقون الذي يعني يقول عكس ما في قلبه إذن هؤلاء يعني في حالة يعني غيبهم ما يقولون ما يكنونه لله عز وجل من محبة من يعني هو نفسه الذي يكنونه حينما يتحدثون عن الله عز وجل إذن ما على ألسنتهم هو يعني فقط حديث عما في بواطنهم وما في قلوبهم وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون إذن القول الأول حينما نقول يعني أنه مغيبات يعني أمور المغيبات فهو يعني متعلق يؤمنون بهذه المغيبات وعلى الثاني في موضع حال ذا قلنا يعني الذين يؤمنون بالغيب على أساس أنهم يعني باطنهم هو يعني يعني كظاهرهم أي حالهم الله سبحانه وتعالى يصف هنا حالهم حال هؤلاء المؤمنين أنهم يعني أن باطنهم كظاهرهم إذن ما يقولونه بأسنتهم هو الذي يعني هو الذي وقر في قلوبهم ويجوز في الذين الذين يؤمنون يجوز في الذين أن يكون خفضا الخفض والجر أبنائي حينما تجدون لفظ الخفض والجر يجوز فيه أن يكون مجرورا على أن نأتي أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا على أنه خبر المبتدأ النعت يصف فيه الله سبحانه وتعالى المتقين إذن يجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت النعت يعني للمتقين الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المتقين ينعتهم ينعتهم بأنهم يؤمنون بالغيدي أو نصب على إضمار يعني فعل يعني الذين أو رفعا على أنه خبر مبتدأ نعم ويقيمون الصلاة إقامتها إقامتها علمها من قولك قامت السوق وشبه ذلك والكمال المحافظة عليها في أوقاتها إذن يعني يقيمون الصلاة يعني هناك من يقف على الإقامة الله سبحانه وتعالى دائما يعني يذكر حينما يذكر الصلاة يذكر إقامة الصلاة فهذه الإقامة يعني العلماء قالوا بأنها يعني لها معنى يعني معنى الأول أنك يعني تقيمها أي تسعى أن يعني تاتي هذه الصلاة بشروطها بأركانها وفرائدها وشروطها ويعني الخشوع فيها ويعني وكذلك الإقامة يعني المحافظة على هذه الصلاة في وقتها فيعني هذه المعاني ويقيمون الصلاة لهذا قال الكمال المحافظة عليها في أوقاتها إذن حتى يعني تكون هذه العبادة كاملة يجب أن تحافظ عليها في وقتها وأن تخلص فيها وأن يعني تاتي بجميع شروطها وأفكانها وفضائلها وسننها وحضور القلب وأفكانها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائد والإكثار من النوافل ومما رزقناه ينفقون فيه ثلاثة أقوال الزكاة لاقترانها مع الصلاة والثاني أنه التطوع والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التقصيد إذن هناك من يقول الزكاة المذكورة هنا هي يعني الإنفاق المذكور هنا هو الزكاة المفروضة لأننا سنجد بأنها دائما تاتي مقترنة بالصلاة فالإنفاق هنا مما رزقناه المذكور هذا يعني قصد بها الله سبحانه وتعالى الزكاة وهناك من قال بأنه التطوع كل إنفاق كل ما ينفقه الإنسان والثالث العموم إذن هناك من قال بأنها الإنفاق الواجب وهي الزكاة هناك من قال بأنها الإنفاق التطوع لأنه سيدقض الإنفاق الواجب في آيات أخرى في صور أخرى وهناك من قال بأنها تفيد العموم تحدثنا عن العموم والذي يستغرق كل أفراده إذن الإنفاق هنا بمعناه العام وهو الذي رجحه المصنف وكذلك رجحه مجموعة المفسرين رجحوا بأن الإنفاق هنا عام عام الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة لأنها عماد الدين ثم بعد ذلك ذكرت بأن من صفات هؤلاء المنتقين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالغيب من صفاتهم وأقاموا الصلاة من صفاتهم أنهم ينفقون من رزق الله سبحانه وتعالى وهنا لاحظوا بأن الله عز وجل نسب المال إلى نفسه ومما رزقناهم من المرزاق هو الله سبحانه وتعالى والمال مال الله عز وجل وهذه قاعدة أبناء عندنا يعني لا نجدها عند غيرنا لماذا؟ لأن الآخر يحسب بأن هذا المال الذي رزقه الله عز وجل إياه هو ماله هو الماله الذي كد واجهد حتى حصله في حين أن المال هو رزق الله المال مال ونحن مستخلفون فيه فالإنسان يجب دائما أن يستحضر هذا المعنى لأنه بهذا المعنى يعني يستطيع أن يخاف الله عز وجل في ماله يعني فينفقه في يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوظفه ويستطمره حتى يفيد به نفسه أولا ثم يفيد به الآخر لعلي أتوقف هنا إن شاء الله وتعالى حتى أنا يعني أود أن أسألكم هل يعني هذه القراءة الحمد لله حصلتم بها ما ربما ما أشكل عليكم أو لم تستطيعوا تحصيلهم إذا كان الجواب نعم إن شاء الله سنتم القراءة هكذا إن شاء الله ولو استغرقت منا هذه القراءة بعد الوقت بعد الدورة إن شاء الله متمم يعني حتى ننهي سورة البقرة إن أردتم أن يعني كنتم على عجلة من أمركم وأردتم أن يعني نمر على سورة البقرة بكاملها قبل أن ننهي حصصنا إن شاء الله فسأضطر إلى أن أسرع إن شاء الله يعني أن أعطيكم يعني بعض يعني إشارات هنا وهنا حتى نكمل سورة بكاملها أنتم وما تشاءوا أنا أنا رهن إشارتكم المهم عندي أن تستطيعوا أن تفهموا كلام الله سبحانه وتعالى لكن من خلال كتاب أن تلتزموا بكتاب حتى إذا ما أنهينا دورة إن شاء الله ستكونوا قد قرأتم كتاب في أصول الفقه وقرأتم كتاب في التفسير وقرأتم كتاب في الحديث وهذا الذي أريده إن شاء الله فبعد ذلك إن شاء الله نقف عند هذا الحد تعلمون تضعون التاريخ متى بدأنا هذه القراءة اليوم تضعون تاريخ هذا اليوم وتعلمون المكان الذي وقفنا يعني عليه إن شاء الله حتى نسمم الأسبوع المقبل إن أردتم أن نسير على وفق هذا المنهج إن أردتم غير ذلك فأنا رهن إشارتكم أي محمد ترسل لهم الامتحان إن شاء الله عندكم ربع ساعة في الامتحان تجيبون على هذا الامتحان مباشرة بعد ربع ساعة إن شاء الله نلتقي بعد أن أستلم ملكم أوراقكم نعود الآن بعد اجتياز الاختبار ونستمر في تسجيل حلقتنا نعود الآن إلى الحديث تفضلي دكتورة مشكورة لعلنا وقفنا في باب النوم عن الصلاة ليس كذلك حقا نسيت أن أعلم نعم دكتورة نعم إذن باب النوم عن الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاد يعني دائما حينما نقول حدثني ليس حدثني أنا حدثني يعني يحيى أي يعني ابن أبو أو شيخ يعني يحيى بن يحيى الليتي كذلك اسمه يحيى وهو يعني يحدث عن أبي حدثني يحيى ويحيى ابن يحيى الليتي يحدث عن مالك عن مالك عن ابن شهاد الزهري عن سعيد ابن مسيب وهو من التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحظون أبنائي فقط يعني إفادة في علوم الحديث سلاحظون بأنه ليس هناك يعني اتصال بين سعيد ابن المسيب والرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا تابعي فلا يمكنه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يلقى رسول الله بل لقي صحابيا هو الذي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا مالك يعني يحدث مباشرة عن سعيد ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أسقط الصحابي يعني من التوجيهات التي يعني وجهها العلماء في وهم يناقشون هذه المسألة في الموضة أن العلماء فيما بينهم كانوا في ذلك الوقت كانوا يعرفون مثلا من يحدث عن سعيد من سيد مثلا أنا أعرف أن أقرب الناس مثلا إلى محمد هو فلان بلو فلان فحينما يقول يعني محمد يقول مباشرة يحدثه عن شخص آخر يعني كان يجلسان إليه جميعا فمعلوم عن من يحدث فكذلك حينما نجده هذا يسمى الحديث الموصل يصله يعني أن يطلقه مباشرة تابعي مباشر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون هذا الذي يفصل بين سعيد المسيب والنبي صلى الله عليه وسلم من هو ويعني سنجد يعني شرح يعني شروحات الموطأ ستجدون بأن يعني يعني يوصلون هذا السند يعني ويجدون الحلقة يعني الساقطة بين سعيد المسيب وأباستو صلى الله وسلم هذا فقط لأقول لكم بأن هذا لا يضل الحديث حينما يحدثنا يعني الإمام مالك فهو يعرف عن من يحدث ويعرف بأن سعيد بن المسيب ثقة وهو يحدث عن الصحابي وستجدون هذا مثلا في يعني صح مسلم سنجد بأن يعني الذي حدث بهذا يعني الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حين قفل من خيبة أسرى يعني يعني الأسرى معنى ذلك سارة ليلا من ما يقول الإنسان أسرى يعني سارة ليلا حتى منه قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى في عبده حتى إذا كان من آخر الليل عرص وانظروا إلى يعني قراءة هذه الأحاديث كذلك قراءة القرآن وكنت قد يعني أوصيت بهذا من قبل تعطينا يعني تجعلنا نحفظ مجموعة من المفردات فيعني تكبر يعني معجمنا اللغة كنا نعرف بأن هناك يعني حتى نعبر مثلا عن النزول والتوقف يعني عن المسير ليلا لأجلي أخذ يعني قسط من راحتي يعني لأنهم لا يدخل المطل في يعني في الحديث الضعيف لا لا مطل الإمام مالك لا يدخل في الحديث الضعيف لأن المطل متى متى اسمحوا لي على هذا القطع لأنني هذه هذه الإشارة هذا السؤال هذا يجب أن أجيب عنه متى يعني ندخل المطل في الحديث الضعيف إذا لم نجد الذي سقط منها الإسناد إذن قلنا الإسناد هو الحلقات التي فيها أبوات يعني هذا الإسناد هو عن مالك عن الشهاب عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو الإسناد هذا الإسناد وجدنا بأن هناك حلقة سقطت منه وهو الصحابي الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطع الإمام مالك هذا لا يضرنا وفي غيره حينما يعني 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 يقول هذا الذي سقط سطعنا أن نجد يعني رواية أخرى بسند تعطينا هذا الذي سقط عن يعني عن الإسناد في هذا الحديث لكن يدخل في الضعيف إذا لم نجد هذا الذي سقط هنا يمكن أن نتحدث عن يعني المطل في حيزي الضعيف لكن طالما وجدنا هذا الذي أقسلنا الحديث عنه يعني المحديث صحيح طبعا الحال إذا يعني صاحبته الشروط الأخرى نحن نتحدث فقط الآن عن الإسناد ولكن خذوا هذا مني يعني الأحاديث المتصلة التي موجودة في موطع الإمام مالك كلها متصلة إلا بعد الأحاديث يعني سنقف عليها في وقتها إن شاء الله حينما نصل إليه إذن أعيد الأحاديث التي التي نجدها في موطع إمام مالك وهي موطلة كلها أسندها العلماء وجدوا لها يعني اتصال سنبها وجدوا الصاقط من الحلقة من حلقات السنب إذن قلنا قفل من خيبر أسرى أي سار ليلا حتى إذا كان من آخر الليل عرصة قلنا التعريث هو أن يجلي يتوقف الإنسان عن سيره و يعني في الليل ويعني يخلد للنوم وقال لي بلال كلأ لنا الصبح أي القبه لنا يعني أمر بلال بأن لا ينام وبأن يعني يبقى متيقظا حتى يعني يوقظهم لصلاة الصبح ونام ونام رسول الله صلى الله عليه وآصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عينا إذن يعني النوم لا حيلة لنا مع النوم هو كذلك غلبته عينه فلم يستطع أن يبقى مستيقدا فنم فلم يستطع فلم يستيقد رسول الله صلى الله عليه ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم فقال بلال يا رسول الله يعني استدقى الأمر وراد أن يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم له العذر وقدم عذره لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاء يعني يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يعني أنت نمت وأنا كذلك أخذ يعني بنفس الذي أخذ بنفسك غلبني النوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا أي يعني أمرهم بأن يسيروا اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال إذن يعني كأنهم يعني نشوا قليلا وابتعدوا عن المكان الذي كانوا فيه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحة ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبالك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكره إذن هنا الله سبحانه وتعالى أنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يعطينا لنا هذا الحكم الشرعي وهو أنه الذي نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها نوم حينما يأخلك النوم ولم تستيقل إلا بعد أن طلعت الشمس أنت لا تملك شيئا ويلا ذلك فتصلي حينما تستيقل مباشرة فإن الله تبالك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكره إذن شريطة أبناء أن لا يتعود الإنسان دائما أن ينام متأخرا ثم يستيقل ويقول أخذني النوم لا الإنسان يأخذ بالأثبات حتى يعني يستطيع الاستيقاظ في الوقت يعني في وقت الصلاة لكن إن غلب على أمره رغم أنه أخذ بالأثبات يعني ثلاثة النوم لا حيلة لنا معه يعني هو من سنن الله عز وجل في قنقه وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقفهم للصلاة فرقد بلالهم ورقدوا حتى استيقلوا وقد طلعت عليهم الشمس فالسيقل القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي خلال بأن هذا المكان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج من هذا المكان لأنه كان فيه قوم وعبدبهم الله عز وجل فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الصلاة في هذا الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يعني كأنهم يعني يعني تحصروا على ما فاتهم من وقت الصلاة ممكن أستاذة عود الصوت الآن لا ليس بعد ممتاز الآن تسمعونني؟ نعم إذن كأنهم يعني وقع في نفسهم شيء من أنهم يعني لم يصلوا الصلاة في وقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس إليهم حتى يعني يهدئ من موعيهم ثم أرى أن ينزلوا ثم انصرف إليهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا إذن لو شاء الله عز وجل أن نصلي الصلاة في وقتها لا يعني أفاق النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قادر على ذلك وفي كثير من الأحيان أبناء حينما نأخذ من الأسباب ولو أننا تأخذنا في هذا ويعني في نومنا لكن نعزمه قبل أننا نعزمه يعني عزماً أكيداً بأننا سنستيقل في الوقت الفلاني فنستيقل وللتجربة أبناء نجرب إن كان عندنا شيء مهم جداً نستيقله قبل الفجر بعض الأحيان بساعتين يعني كان عندنا صفر أو يعني في كثير من الأحيان ولو أننا متعبون ونمنا متأخرين إن كان عندنا شيء مهم نستيقل له كذلك الصلاة هي من أهم الأمور في حياتنا ويجب أن حافظ عليها الإنسان في وقتها لكن إن أخذ الإنسان بجميع الأسباب ورغم ذلك أخذه النوم فهذا قدى الله عز وجل قدى الله سبحانه وتعالى أن تنام في ذلك الوقت ولو شاء لردها إلينا في حين غيرها فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها لاحظوا أبنائي لماذا جاء بهذه؟ يعني ستقولون هو يكرر الحديث لا لم يكرر الحديث الحديث الأول يعني جاء من نسي الصلاة فليوصل لها فهذا الحديث الثاني فهذا رواية الثانية وهي عن زيد بن أسلم ليست عن سعيد بن مسير عن زيد بن أسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها إذن ذكر النوم ونسيها أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقته إذن إنسان وقت الذي يستيقض فيه يصلي يعني يبدأ بصلاته أولا والوقت يعني حينما ينسى الإنسان حينما يتذكر مباشرة يأتي بصلاته ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه إذن بلال حينما كان يعني يقوم الفجر يعني شغل نفسه بالصلاة شغل كان يصلي كان يقوم الليل حتى يعني يستطيع أن يبقى مستيقلا فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام إذن يعني مفسر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نام بلال علي الصلاة ولم يوقفهم ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر بما وقع لبلال يعني قبل أن يسأل بلال ما الذي حصل له ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يره أنه كان يصلي أحد إلا رب العالمين فهذا الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لبلاد فأخبر به أبا بكت فحينما جاءوا إلى أبي بكت إلى بلاد أكد لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكت أشهد أنك رسول الله لا يمكن أن يخبر بهذا إلا رسول يخبر من الله سبحانه وتعالى بما وقع لبلاد باب النهي عن الصلاة بالهاجرة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتبد الحر فأريد عن الصلاة إذن الغالي وقت الضهر في فصل الصيف يكون تكون فيه حرارة شديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبرد أي أن نؤخر شيئا ما الصلاة عن وقت الهاجرة حتى تبرد الشمس قليلا فيصلي الإنسان عند ذلك وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزير مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتبد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام من نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتبد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفن حدثني يحيرة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحظتم بأن هذا الحديث كذلك مرسل عن سعيد ابن المسيد أن رسول الله مباشرة تابعي يعني قال رسول صلى الله عليه وسلم في حين أن سعيدا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهناك يعني صحابي جليل بين سعيد ابن المسيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام والتابعي هو من لقي الصحابي هذا هو تابعي ولقي الصحابي وسمع من الصحابي لكن الصحابي هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام هؤلاء هم الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذا أي جبذا ثوب عن فيه جبذا شديدا حتى يمزعه عن فيه إذا الإنسان حينما يأكل الثوم يعني هذه الحديث لا تنهان عن أكل الثوم لكن الإنسان حينما يأكل الثوم وصوصا الثوم النيئ يجب أن يحفظه إنسان يستاكل إنسان يعني يشرب مشروب لي يعني يزير رائحة وانظروا إلى شدة حرث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يكون في صلاة يعني لا تكون منه لا رائحة كريهة ولا يكون منه إلا الطيب ولا يشم منه إلا الطيب والأسف الشديد أصبحنا نرى عكس هذا في مساجدنا فالمفروض أن الإنسان يأتي إلى المساجد في كمال هيئته لا في رباسه ولا في ريحه ولا يعني حتى يستقبله أرب العالمين المفروض أن يكون هكذا الإنسان يعني وهو في الصلاة لأنه بعض الأحيان ترى الإنسان يقولك عثي ما يديك نقدمها نصلي نعني نلبس لله عز وجل حينما يعني نريد أن نستقبل الله سبحانه وتعالى نستقبل كبلا نلبسه يعني أحسن ما عندنا لأننا نكون بين يدي الله عز وجل إن لم نتطيب لله عز وجل ونلبس خير ما عندنا ونحن واقفون بين يدي المولى سبحانه وتعالى فلمن نتطيب ولمن نتهيأ ولمن نستعد ولمن نلبس الجميل فيعني نتبه إلى هذا أبنائي ننبه أنفسنا ونذكر بعضنا البعض بأننا يعني ونحن ناتي هذه الصغوات يجب أن نكون في يعني أحسن وأكمل يعني صورة وكذلك لا يشتمنا إلا ريح طيب إن شاء الله تعالى فهذا الذي قصدته هذه قصد بهذه الأحاديث إن شاء الله بعد ذلك أسبوع المقبل إن شاء الله نحرس على أن نقرأ كتاب الضهارة بكامله دقيقة أقول قوي هذا وأستغفر الله لي ولكم كان هناك شيء من الأسئلة إن شاء الله تعالى ولم يتبقى الوقت إن شاء الله تصلونها نجيب عنها في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا دكتورا